تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباسة هنأه خلاله على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم أو جهد دعم كافة للشعب والقيادة الفلسطينية وأكد متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات الجهود التي تقوم بها مصر بهدف التوصل للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وزيادة تطبق المساعدات الإغاثية لجميع أنحاء القطاع وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الرئيسين أكدوا مواصلة العمل من أجل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسة الشرقية استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وزير خارجية نيزلاندا وينستون بيترز والوافد المرافق له وذلك أثناء زيارتهم إلى مصر اللقاء تناول عددا من القضايا الأقلمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث أشهد أبو الغيت بموقف نيزلاندا الرافد للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير المالي الإسرائيلي بيتر إيل سيموتريتشا برفقة رئيس مجلس مستوطنات الأهوار لمنطقة نبع العوجة شمال أريحة بالضفة الغربية المحتلة ووعوده بالسيطرة على النبع والاستلاء على كامل المنطقة التي يقع فيها كما أدانت الوزارة بشدة اعتداء عناصر من المستوطنين على عدد من المواطنين الفلسطينيين في تجمع عرب الرشايدة المحاذي للنبع ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروحة وطلبت الوزارة بضغط دولي وأمريكي فاعل على حكومة الاحتلال لوقف جرائم الاستيطان وحماية الشعب الفلسطيني وفرصة تطبيق حل الدولتين تظاهر ألف الإسرائيليين في القدس المحتلة لمطالبة بتعزيز الجهود لإطلاق صراح المحتجزين في غزة ورحيل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو وأغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في المدينة بعد أن تجمع في وقت سابق أمام مقار الكنسة واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين لإبعادهم إلى الخلف هذا وتقول عائلات المحتجزين أنها ستنزل إلى الشوارع كل ليلة هذا الأسبوع حتى تحقيق مطالبهم أكد موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة اقتراحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البديلة للاكسياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن اقتلافه الحاكم لم يحقق نتائج المرجوة في الانتخابات المحلية مضيفا أنهم سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور هذا وأعلن أكرم إمام أغلو مرشح حزب الشعب الجمهورية المعارض فوز في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول أكبر مدن تركية وضف أغلو أنه يتقدم التصويت بأكثر من مليون صوت بعد إحصاء 96% من بطاقات الاقتراع ورياضيا وضع نادي الزمال قدما في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه الثمين على مضيفه مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام بالقاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي للمصابقة القرية وآمن المقرر أن يلتقي الفريقان في دور الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب السادة القاهرة الدولي لحسم هوية الفريق المتأهل للمربع الذهبية